اشتركوا في القناة اصف للشوارع ومشروع حديث للتشجير بعد خطوات انشائية متقدمة في جامعة سبأ الى تعزيز البنية الطبية والصحية مرورا بالطاقة الكهربائية ونحو الاعداد لافتتاح قناة تلفزيونية ومن مضمار التنمية التي انطلقت مسيرتها جاذبة عشرات المشاريع الاستثمارية الى المحافظة بدأت مأرب خطوات اخرى في مضمار الامن فالامن والتنمية رديفان لا يمكن تحقيق احدهما دون الاخر فنحن نعتبر ان الامن هو المرتكز الاساس للاستثمار المرتكز الاساس لاستقرار المرتكز الاساس لاستثمارات بذن الله تعالى المرتكز الاساس اولا واخرا لحماية المواطن وحماية البلد من اي اختراقات طبعا هذه هدية من السلطة المحلية وبدعم من القيادة السياسية وبالمناسبة أنا أشكر رجل الأمن في محافظة مهرب أشكر رجال الأمن على الدور الذي يقومون به فدورهم كبير ومعروف لدى الجميع في سيطرتهم على القضايا الأمنية وعلى تلك الخلايا التي تأتي لإقلاق السكينة 23 آلية وسيارة سلمتها قيادة السلطة المحلية في مأرب إلى الإدارة العامة لشرطة المحافظة إضافة إلى عربتي إطفاء ومولد للطاقة آلية وتجهيزات كفيلة بتحسين الأداء الأمني في محافظة ينشد اليمنيون أن تكون واحدة من المناطق المحررة المؤهلة للعيش بسلام تحت سقف النظام والقانون في يمن اتحادي متعدد الأقاليم وتهدف قيادة مأرب لتعزيز البنية التحتية لأجهزة الشرطة من أجل ترصيخ الأمن والاستقرار إن شاء الله سبحانه وتعالى أجهزة الأمن تستفيد فائدة كبيرة وتحقق نقل النوعية بما قدمه الأخ المحافظ من دعم ومسانده وهو داعم ومساند دائم لأجهزة الأمن نشكر الأخ المحافظ بصم الجميع ونشكر الأخوة في الإعلام ونتمنى أن يكونوا رجال الأمن عند مستوى الثقوة والمسؤولية خطوات تأسيسية على قدر كبير من الأهمية خاصة مع التوسع السكاني والعمراني والنشاط التجاري والاستثماري الذي تشهده مدينة ومحافظة مأرب بسورة لا سابقة لها ساخنة منذ عامين ونصف كر وفر وصد لهجمات حوثية متكررة لم تتوقف بعد هكذا هو الحال في جبهة مريس شمال الضالع بين الإنقلابيين والجيش مسنودا بالمقاومة ونحن صامدون في هذا المكان ونحن سنقاتلهم إلى آخر لحظة من دمائنا والله لن نفرد أكثر من 200 هجوم لميليشيا الحوثي وصالح صدها الجيش على مداقل مريس ناهيك عن هجمات عدة للجيش استعاد فيها مناطق ولقنا الميليشيات دروسا قاسية ندافع عن الشرعية وعن الدين وعن العرض ندافع عن أخواننا في الضالع وفي لاحق وفي عدن ندافع من أجل كرامتنا وعزتنا وشموخنا ربما الموقع الجغرافي الهام لمريس جعل منها هدفا للميليشيات فالمنطقة تمتد من سطاح شرقا المحاذي لجبن إلى جبل سوى الغرباء ومنطقة يعيس شمالا جنوبي دمت البوابة الرئيسية للضالع ومنها تمر سلسلة جبلية إلى الصدرين الذي يتواجد فيه لواءان عسكريا والواقع بين الجبال تشرف على الخط الرابط بين الصنعاء وعدن هي تعتفل الأذرع لمحافظة الضالع من استولى عليها أو من تحصن فيها عبارة استولى على محافظة الضالع بأكملها ثانيا هي البوابة الشمالي لإقليم عدن كامل إذا استطاعوا أن يتجاوزوها ما بعدها سيكون أسهل للوصول إلى عدن من وسط هذا الخط الرئيس ومن اتجاه دمت تسعى الميليشيات الإنقلابية للعودة مجددا إلى المحافظة كونه خط إمداد وشريان تمويني باتجاه المحافظات الجنوبية عبدالعزيز جليت يمن شباب الضالع جبهتي نهم وصرواح كماشة في عنق الميليشيات الإنقلابية تخنق من تبقى من عناصرها المتهالكة بين صخورها القاتلة هنا يسجل التاريخ أروع الملاحم للجيش الوطني وهو يضود عن حياظ الجمهورية ويدافع عن هوية اليمنيين التي يحاول الإنقلابيون باستماتة وعدها في الطريق إلى تحرير العاصمة صنعاء التي تجثم على صدرها شرمذة غدرت بحلم ثورة في البراير يأخذ الجيش الوطني معارك النصر ويقطع دابر الميليشيات التي شنت حربا عبثية متستيرة برداء الثورة كل يوم تطلع شمسه على تلك القمم تحصد المعارك في صرواح ونهم أرواح العشرات من الميليشيات بنيران الجيش الوطني وغارات التحالف العربي فلا يجد موقاتلها المغرر بهم من وجهة غير الفرار من القتل والهروب من فخ الموت الذي نصبه الإنقلابيون تشير الأرقام إلى أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خسرت العشرات من عناصرها في جبهتين مواصر واح خلال الأسبوع المنصرم بينهم قيادات ميدانية لتضيف تلك الخسائر البشرية نكسة أخرى إلى الإنقلابيين في معركتهم الخاسرة ضد المشروع الوطني وحلم اليمنيين في إقامة الدولة الاتحادية وأمام تلك الضربات الموجعة التي تتلقاها الميليشيات لم يعد أمامها من خيار سوى الانتحار على صخرينهم وصرواح أو إلقاء سلاحها والامتثال لما سيقرره الشعب من أحكام بحق فئة سلبت منه حلمه وأمنه وسعادته سلبت منه دولته التي يستضل بقانونها وها هي مؤشرات النصر تقترب مع اقتراب النهاية لمسلسل الإنقلاب الذي خدع جزءا من اليمنيين على حين غره متسللا تحت عباءة المسيرة القرآنية ومدغضغا مشاعرهم بأنه يحمل إليهم كأس الحياة لكنه كان يحمل الموت وكأس الحنضل ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار اشتركوا في القناة